حانا موعدنا الآن مع دانيا أرشيد وآخر أخبار الصحة مساء النور تانيا مساء الخير ندين ومساء الخير لجميع المشاهدين طبعا يوم التقرير مميز ومختلف قليلا التسلسل الجنومي لفيروس كورونا وأهميته في تتبع المرض والسيطرة على الوباء وتطوير اللقاحات جعل بريطانيا وتحديدا كامبريج رائدة على مستوى العالم في التحليل السريع للمادة الجنية لفيروس كورونا المزيد في التقرير التالي في الرابع من مارس أذار من العام الماضي عندما كان هناك 84 حالة مؤكدة فقط من كوفيد-19 في المملكة المتحدة أدرك البريطانيون أن البلاد بحاجة إلى توسيع قدرتها على تحليل التركيب الجني للفيروس وإيقنت عالمة الأحياء المجهرية بجامعة كامبريج تشارون بيكوك أهمية التسلسل الجينومي في تتبع المرض والسيطرة على تفشي الوباء وتطوير اللقاحات وبدأت العمل مع زملائها في جميع أنحاء البلاد لوضع خطة محكمة ممولة من الحكومة البريطانية تسلسل سارس كوفيد-2 أمر حيوي حتى نتمكن من فهم المتغيرات التي يتم تداولها في كل من المملكة المتحدة وحول العالم وبالتالي أثار ذلك على تطوير اللقاحات وتعديلها بحيث تكون فعالة تماماً ضد المتغيرات التي تظهر التسلسل الجيني هو عملية رسم خرائط التركيب الجيني الفريد للكائنات وهذا جعل بريطانيا رائدة على مستوى العالم في التحليل السريع للمادة الجينية لفيروس كورونا وأدى إلى توليد أكثر من 40% من التسلسلات الجينية التي تم تحديدها حتى الآن يتكون كل جينوم من أربعة أحرف مختلفة وبحسب ترتيبها يتم تحديد الجينوم لذا فإن كوفيد-19 يبلغ طوله 30 ألف حرف وقد يكون المتغير هو المكان الذي يختلف فيه أحد هذه الأحرف أو قد يكون عند فقد حرف أو إضافة حرف هذا هو الشيء الذي نعنيه عندما نناقش الاختلاف هناك احتمال أننا رأينا أسوأ ما في الأمر ومعظم الطفرات وسيكون هناك المزيد من الطفرات القادمة التي قد نشعر بالقلق حيالها هناك الكثير من الاحتمالات المختلفة في المستقبل وأعتقد أن ما يتعين علينا القيام به هو الاستمرار في تسلسل الجينوم وإبقاء أعيننا على علم الوراثة ومعرفة أين يأخذنا التطور أنا متفائلة بأن اللقاحات التي تم تطويرها والمتاحة في الوقت الحالي فعالة بالنسبة للغالبية العظمى من الفيروسات التي نواجهها في الوقت الحالي لكننا بحاجة إلى البقاء في الصدارة ولذا نحتاج إلى التسلسل نحن بحاجة إلى فهم ما تعنيه التغيرات الجينية من الناحية البيولوجية ثم تعديل لقاحاتنا حتى نتمكن من البقاء في طليعة تطور الفيروس وما الذي من المحتمل أن يلقي بنا أهمية التسلسل الجيني ظهرت جليا أواخر العام الماضي حين بدأ عدد الإصابات الجديدة في الارتفاع في جنوب شرقي إنجلترا وبالتطقيق في بيانات تسلسل الجينوم حدد العلماء متغيرا جديدا يتضمن عددا من الطفرات التي سهلت على الفيروس الانتقال من شخص إلى آخر نعود إليك دانيا ونسأل بداية عن عدد النسخ المتحورة من فيروس كورونا نعم لدينا أول شيء مثل ما بتعرفي بداية التحور والطفرات كلها دائما تثير القلق هذه المصطلحات التقنية وتعمل إرباك شديد ليس فقط عند العلماء بل وعند العموم النسخ المتحورة التي ظهرت لحد الآن والمثيرة للقلق وتحديدا المثيرة للقلق هي ثلاث نسخ النسخة البريطانية التي رصدت لأول مرة في جنوب شرق إنجلترا وهي منتشرة لحد الآن في 125 بلد على الأقل والنسخة الجنوب الأفريقية المنتشرة في 75 بلد على الأقل والنسخة البرازيلية التي رصدت أول مرة في اليابان حملها مسافرين قادمين من أو مسافرون قادمون من البرازيل لذلك سميت بنسخة البرازيلية وهي منتشرة في 41 بلد لحد الآن كل هذه النسخ أثارت قلق منظمة الصحة العالمية لأنها تزامنت مع ارتفاع كبير في عدد الإصابات وهذا دليل على أنها سريعة الانتشار سريعة الانتشار طيب هناك متحورات أخرى أيضا نعم تراقب منظمة الصحة العالمية الآن متحورات رصدت لأول مرة في سكوتلندا والولايات المتحدة والبرازيل ويبدو أن شجرة عائلة فيروس كورونا وتحديدا سارس كوف 2 تكبر هذه شجرة وتضم متحورات ومتغيرات جديدة يوما بعد يوم ما هو تأثير هذه المتحورات؟ نعرف شغلة كثير مهمة أن التحور أو الطفرة هي من طبيعة الفيروسات خصوصا فيروسات الجهاز التنفسي التي تشهد العديد من الطفرات فهذا أمر طبيعي فيروس كورونا تحديدا شهد لحد الآن على الأقل 4000 عملية تحور طبيعية معظمها دون تأثير ولكن ما يثير القلق هو دوما المتحورات التي تتزامن إما مع انتشار كثير للعدوى أو عندما تصبح السلالة أكثر فتكا وبالتالي عند أي نقطة تكون هذه المتحورات أكثر عدوى؟ بناء على البيانات الوبائية لحد الآن تزامنت النسخة البريطانية أو التي رصدت لأول مرة في جنوب شرق إنجلترا بارتفاع كبير في عدد الإصابات وتشير الأدلة نعم هذه النسخة البريطانية هي أكثر عدوى بنسبة 36 إلى 75% وهناك إجماع على أن كل النسخة التي رصدت لحد الآن هي أكثر عدوى وذلك لأنها تزامنت في طفرة على البروتين الشوكي الذي جعل هذه السلالات أكثر التصاقا بالخلية البشرية وبالتالي أكثر عدوى ولكن تختلف البيانات الوبائية بحسب إجراءات الإغلاق والحجر الصحي وغيرها هل هذه النسخة تكون أكثر خطورة عادة من الفيروس؟ طبعا أيضا بناء على دراسة نشرت في 10 مارس أذير المتحورة البريطانية هي أكثر فتكا بنسبة 64% وأيضا هناك دراسات تشير إلى أن المتحور الجنوب الأفريقي أيضا هو يسبب الوفاة للأشخاص في المستشفيات بنسبة 20% أكثر من السلالة الأصلية شكرا جزيلا لك دانيا أرشيد بالتأكيد سنتابع هذا الموضوع بشكل أكبر في وقفاتنا الأسبوعية اللاحقة شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك